جماهير نادي الرياضي السعودي تصف صفقة اللاعب العراقي إبراهيم بايش بصفقة الموسم واصفينه باللاعب الهدف الجماهير السعودية دعمت إبراهيم بايش بالحب والاستقبال الجيد واصفينه بالصفقة الأفضل لنادي الرياضي السعودي حارس منتخبنا الأولمبي كاميل سعدي ينتقل لفريق الليدانيس الإسباني النادي الإسباني أحراز لقب دوري الدرجة الثانية العام الماضي وحاليا ينشط في اللاليغة إلى جانب أندية ريال مدريد وبرشلونة ووون أتليتكو والبقية كل التوفيق لكاميل سعدي مدرب نادي الكهرباء ولي كريم في حديث خاص لموقع المستديرة الرياضية قائلا بدأنا التحضيرات منذ خمسة عشر يوما والأمور تسير بالطريق المرسوم له من قبلنا التمست لدى اللاعبين الرغبة والعزيمة لتقديم كل ما لديهم في الموسم القادم طموحي مع الفريق هو الوصول إلى المراكز المتقدمة وتقديم آداء ومستوى يليق باسم النادي مدافع منتخبنا ميرخاس دوسكي الذي يلعب في الدوري التشيكي الممتاز قاربت قيمته السوقية إلى النصف مليون يورو ويعد الآن ثالث أغلى لاعب في الفريق والوحيد في مركز الظاهير الأيسر في نديه المدافع الدولي فرانس بوتروس يواصل بدايته القوية في الموسم الجديد مع فريقه بورت بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري التيلندي على شيانغري فرانس بوتروس شارك أساسيا وصنع الهدف الأول لفريقه الصحفي واللاعب السابق محمد خلف في تصريح صحفي قائلا سأرشح الانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ولدي برنامج متكامل تشغل شباب عراقيين كفوئين أفضل من تسليم لليفا الإسباني سبعة مليارات تفعيل دوري الفئات العمرية والاهتمام به واحد من أهم الأمور في الاتحاد تقليص المحترفين في دورينا أربع لاعبين فقط بدل ستة حتى تكون فرصة أكبر لبروز اللاعب المحلي الكثير من أعضاء في الاتحاد العراقي واقفين معي بهذا المشروع لا أريد ذكر الأسماء نحن مستعدين بشكل جيد إلى الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى ذلك رئيس الاتحاد العراقي لقرة القدم السابق له دور مشرف معي في رئاسة الاتحاد العراقي القادم بعد تصريح العديد من أعضاء الاتحاد الكويتي لقرة القدم حيث قالوا لا نسمح للجماهير العراقية الدخول إلى الكويت إلا باستخدام الفيزة بالإضافة إلى تصريح جاسم الهويدي الذي صرح وقال لا أحب العراق ولم أتشرف في الدخول إلى زيارة العراق اليوم نشر الاتحاد الكويتي منشور وتم تداوله من قبل الصحف والإعلام حيث كان البيان يمص على نقل مباراة العراق والكويت إلى طرف آخر وذلك بسبب عدام الأمن والجماهير العراقية أكثر شغبا هذا كان السبب الرئيسي من امتناع الكويت من اللاعب في الأراضي العراقية تاريخ اللاعبين العراقيين في كرة القدم الاحترافية في إنكلترا أولاً علي الحمادي هو أول لاعب عراقي في تاريخ إنكلترا يشارك في أعلى دوري محترف سواء الدوري المنتاز أو مسماه القديم ثانياً أول لاعب عراقي يلعب في دوري محترف بإنكلترا كان جاسم سوادي مع مكسفيلد تاو حيث اشترك لمرة واحد كبديل في دوري المستوى الثالث بموسم 2004-2005 ثالثاً أول لاعب عراقي تم تسجيله في كشفات نادي إنكليزي كان يورايشيا مع نادي بريستول روفيرس درجة ثانية حينها إلا أنه لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول واقتصرت مشاركته مع فريق الرديف لموسم 1955 رابعاً أول لاعب عراقي يتم تسجيله مع فريق من الدوري المنتاز كان الحارس شوان جلال ناعة تنهام موسم 2003 إلا أنه لم يشترك في أي مباراة مع الفريق الأول ثم أكمل مسيرته الاحترافية بمختلف الدرجات المحترفة خامساً ياسر قاسم يصبح ثالث لاعب عراقي في تاريخ دوريات انكليترا الاحترافية حيث شارك بمباريات مختلفة بين درجات المستوى الثاني والثالث سادساً زيدان إقبال يصبح ثاني لاعب عراقي بتاريخ انكليترا يتم تسجيله بكشفات فريق من الدوري المنتاز مع مانشستر يونيتد موسم 2022 وشارك مرة واحدة مع الفريق الأول كبديل في دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني لاعب عراقي بتاريخ دوري أبطال أوروبا يتطلع علي جاسم لاعب المنتخب العراقي بشغف إلى للالتحاق بفريقه الجديد كومو الإيطالي خلال الأيام القلائل المقبلة بعد تأخره لأسباب إدارية وتعاقد نادي كومو الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع الجناح العراقي بعقد يستمر لمدة ثلاث سنوات في 27 يوليو تموز الماضي لكنه لم يلتحق بالفريق بسبب عدم إنجاز أوراق الإقامة الرسمية له في إيطاليا وعدم حصوله على تأشيرة دخول أيضا وقالت مصادر مقربة من اللاعب لموقع المستديرة الرياضية جاسم يحزم حقائبه تمهيدا للسفر إلى إيطاليا والالتحاق بفريقه الجديد كومو اللاعب لم يتمكن من السفر في الأسبوع الماضي بسبب عدم استخراج تأشيرة الدخول إلى إيطاليا وكذلك عدم صدور الوفائق الرسمية المتعلقة بإقامة العمل لللاعب وهذا الأمر كان السبب في غيابه عن قائمة الفريق لمواجهة يوفينتوس مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي متى موعد ارتحاق علي جاسم بنادي كومو الإيطالي وأضافت نفس المصادر اللاعب جاسم سيلتحق بفريق كومو نهاية الأسبوع الحالي وفق ما أكدته له إدارة النادي الإيطالي إذ أبلغت اللاعب بأنها بصدد إنهاء إقامة العمل الخاصة باللاعب في إيطاليا والتي استغرقت أكثر من 15 يوما وأوضحت الجهاز التدريبي لنادي كومو يتواصل بشكل يومي مع الدولي العراقي علي جاسم وتبلغه بطبيعة التدريبات البدنية التي يجب أن يؤديها قبل الالتحاق وتابعت جاسم أكمل بالفعل دورة تدريبية مكثفة لتعلم اللغة الإنكليزية حيث أصبح اللاعب الآن متسلحا بأساسيات اللغة الإيطالية لتكون تجربته الاحترافية أسهل على أمل أن يتعلم اللغة الإيطالية تدريجيا وبالممارسة وهو ما يطمح له اللاعب حسب ما أبلغه لزملائه وأكملت ذات المصادر أن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس مستمر أيضا بالتواصل مع اللاعب وينتظر بدء مسيرته الاحترافية مع نادي كومو بشكل رسمي خصوصا أن المدرب كان يسعى إلى تسويقه في إسبانيا وهو أول من شجع اللاعب على الانتقال لصفوف النادي الإيطالي ويوجد علي جاسم ضمن قائمة المحترفين في المنتخب العراقي والتي أعلنها كاساس فجر اليوم الاثنين لمواجهتي عمان والكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالمي 2026 يومي الخامس والعشر من سبتمبر أيلولا مقبل ترجمة نانسي قنقر